أنا الحقيقة برضو عندي تساؤل في البداية حضرتك من المينيا يعني إيه صلة بين المينيا على وجه التحديد وبيت سيدات الحقيقة عظيمات موجودين في هذا المكان على سبيل المثال طبعا مخرجة الكبيرة الأستاذة العامة محمد علي قبل كده بدءا من مثلا خودة شعراوي الدكتورة نعمات أحمد فؤاد الأستاذة السفيرة ميرف التلاوي الأستاذة سناء جميل الوزيرة ليلى إسكندر إيه صلة بين هذا المكان وبين هؤلاء النجمات يعني في مجالات كثيرة يمكن لأن المينيا بلد فرعونية فيها أكتر من موقع أولا فيها المدينة اللي أنشأها إخنتون يعني هو اللي ابتدى به ديانته الجديدة اللي هي ديانة التوحيد فيه بني حسن وفيه تهنى الجبل كل دول مناطق فرعونية بعضها بحر المينيا وبعدها الشرق المينيا يعني لكن يعني مع هذا حسب يعني ما عرفنا أنه لما وصلتي لمرحلة الجمعة كان فيه اعتراض أنك تيجي القاهرة وأن يبقى فيه جمعة وأن فيه اختلاط في الجمعة كان عندي خمس أباق لهم وأخواتي الأكبر مني أنا رقم ستة نحن سبع وأنا رقم ستة ولأن كانت أول بنت يعني تيجي بعد خمس أولاد فسموني إنعام أني ربنا أنعم عليهم ببنت فجدي كان حكالي جدي لرباني يعني أو ربانا لأن الأب مات في سنة مبكرة جدا جدي الأمي إحنا مفروض من المينيا بس أنا تولدت في القاهرة فبعد جواب لوالدي يعني وقال له أن ربنا أنعم عليك ببنت وسميناها إنعام لكن عرفتي تحربي وتيجي القاهرة عرفت آه طبعا أنا صمتة عن الثلاثة تلات أيام مش حرجة عن سيامي يعني إلا إذا هم رقوا عن قرارهم يعني آه وكان بعض أخوتي كان الكبر هنا في مصر طبعا في الجامعة وهم اللي أدمولي في كلية البنات وأنا كنت مصر على أن أروح كلية الأدب قد حدث وقدرتي تنجاحي في نظم المقوة آه أنت الحمد لله